هجمة واحدة ونخلص على المباراة ضرب فريق ريان موعدا مع فريق الساد في الدور نصف النهائي لكاس أميري قطر بكرة القدم إثر فوزه على الإخريطيات بثلاثية نظيفة في الدور الربع النهائية ليقترب حامل لقب الدوري خطوة من إحراز ثاني ألقابه هذا الموسم وأنهى ريان شوط المباراة الأول متقدما بهدف السبق الذي أحرزه رودريغو تاباتا في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأولى فيما عزز تقدمه الإسباني سيرجيو غارسيا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والخمسين من زمن المباراة قبل أن يختتم سباستيان سوريا الثلاثية بإحرازه الهدف الأخيرة في الدقيقة الثالثة والستين